السلام عليكم مرحبا بكم في الجزء الثالث من هذا الموديل سوف نكمل الى 13 سطر ومن بعد رأينا وريتكم طريقة كيف تبدو جمع الخدمات وكما تشوفون من سطر رقم 14 كنحسبوا احتان هنا 74 سطر ومن هنا نوصل الى 74 سطر ضروري هاته السطر الفوقاني كي يكون لدينا للعدد فردي كما اشتو انا عندي الى 12 ستر الفقاني 13 فارغ دائما للسطر الأخير يجب علينا العدد فردي نبدأ على البركة الله نضع ثلاثة سلسلة ونعود الخدمة عادي سنوصل هنا ونريكم طريقة سهلة وبسيطة كما قلنا العمود الأول وفي الفراغ الأول نعمر ثلاثة الأعميدة دائما نعمر ثلاثة الأعميدة نعود ثلاثة سلسلة ثلاثة سلسلة كما قلت لكم لما يخدموا كروشي يقدرون الشرح لي ولا يخدموها سهلة لا يوجد كثيرا وقت أو كثيرا ثلاثة ثانية سلسلة ثلاثة 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 نصبه الي حسنًا نكمل نقوم بتحيط المخالد نقوم بتحيط المخالف ثم نحضر نحضر نقوم بتحيط البقاء نصبه الي كامل يقول لنا صدقه نخدم الززين ندعه لفرخ نقوم بتحيط مثل واحد نحضر العمود اضعو اضعو ايضا عامود الاول ثاني على هذا الشكل نضر الخدمة عادة نضرب 3 ثلاثة 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 نقوم بعمر الفراغات كما كنا نقوم بعمر الفراغات هذا هو الفرق الوحيد لا يوجد شيء صعوب كما كنا نقوم بسهولة لا يوجد أي تعقيدات لا يوجد شرق المساط ثم نقوم بعمر القصف تحديد ثلاثة احميدة في الفراغة سأقوم بعمر تامر والتفعار أفضل مزيد ولكن الثلاثة احميدة سأقوم بعمر الثلاثة لن يجب الخدمة لكم واقفة هنا نضيف جوش كما اشتوا هنا رشد استرق يجبنا فيه جوش في الاخير استرق يجبنا فيه خمسة هدول حساب ديالها المضبط منبعت رحنا نغطيها في جنب الببوشة تدرق لنا اي عيب هنها هي ثلاثة في السلسلة ونحاودوا ندوروا العمل ديالنا كما تشوفها هدول نصف جدا العمل ديالنا كما اشتوا هنا تدرق سنحاود انفقوا العمود الثاني ونعمروا الفراغات مباشرة ثلاثة ديال العميده من بعد اقترنا اصلوا لهيد الفراغ الاخير كما اشتوا فيه الثلاثة ديال العميده نصفه هنا مباشرة في هذه الفراغ نصفه ثلاثة ديال سلسلة نقوم بتدرق وصف منها عمود ليسا بدون فأنا اضحى هذه السلسلة عمود لتحضر الخدمة ديالنا يجب تدخل تلاثة السلسلة سوف نقوم بعمل ثلاثة سلسلة و نكمل الخدمة عادي و نبقى مستمرين حتى نقوم بعمل 19 سطر و نقوم بعمل جهة المقابلة كما تشوفون نقوم بعمل فرق جهة و نقوم بعمل 19 سطر و نقوم بعمل مباشرة في القنص و نحزم الخيط و نقوم بعمل مانات و نقوم بعمل الخيط و نقوم بعمل الاخر و نبقى مكسر نضغط ثلاثة حشو ثلاثة سلسلة ثلاثة سلسلة ثلاثة سلسلة تحديث عادة و لدينا القسمية غير حناية اعطا نرى معه ثاني كيف نضر مع هذه في الفراغات نضيف ثلاثة عميدة دائما في الواسطة الخدمة متكررة لا تتغير كما ترى سلسلة ثلاثة احد رجوش ثلاثة ثانية سلسلة نضيف مستمرين حتى نضيف الفراغ رقم 13 نضيف مستمرين حتى نضيف الفراغ المستمرين حتى نضيف فراغة ثلاثة عمود نضيف ثلاثة عمود ثلاثة جميع العميدة ثلاثة ثلاثة اخوص ثلاث سلسلة ثلاث سلسلة نبقى مستمرين حتى نكمل العمل كما نستطيع الى هذه الجهة سوف نستطيع الى 19 سطر ونشاء الله نستطيع الى طريقة كما تشوفون من بعد ما كملنا الموديل لنا يجعل هذه الشكل كما كنت لكم هناك 19 سطر و هناك 19 سطر وضروري هنا في هذا السطر والذي نبقى نفرقه منه يكون فيه عدد فردي لماذا؟ كما تبقى لنا هذه النقطة لان نحن نتحدث عن درس نايا اذا كنت تكون قشرة الحزم نايا يكون هناك شو ديال لسلباس لا نجد واحدة تكون فوق واحدة بالنسبة لدرس نايا وضع الى وحده وثمان لديك الدرس واضحة نتمنى ان نكون مصدت لكم على الفكرة واشتراحة جيدة واضحة فكرة او اعجاب لكم وانا اضطى ان نمرة الواتساب التي تريد ان يكونوا بها مرحبا بي ونطلقوا من شاء الله في جزء الرابع اشتركوا في القناة